تفرج الميزان أهلا فيك في قراءتك العمل القراءة رح تكون حتى الطالع والشمسي وأيضا القمري رح نبتدي بالجانب العملي ومن ثم العاطفي بشكل عام وأيضا الأخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر الجانب العملي هو جانب المال والأعمال المشاريع والوظيفة وحتى الدراسة أول كت رح يكون تبع الطاقة الحالية الطاقة الحالية لهذا الشهر عندك ملك النار الطاقة اللي طالع منها كرت الحرية كرت النجاح أشوفوك يا برج الميزان مستعد أن تأخذ مهمات أكثر ومسؤوليات أكثر في تفرغت صار عندك حين تفرغ تفرغت من مسؤوليات معينة أو مهمة معينة أكملتها بنجاح فصار عندك تفرغ صار عندك شوية طاقة زيادة وحرية طاقة المستقبل ثمانية الأكواب كن حريص وين تستثمر هاي الطاقة الجديدة اللي عندك أو الفراغ احذر من الفراغ اللي يكون فاضي مافي شيء املأ وقتك الحرية اللي حصلت عليها أو النجاح املأها بشيء مفيد من أجلك الطاقة اللي راح تحتاجها بالضبط فارس الأكواب اعمل اعمل ولا تتوقف هناك أنا ما قاعدة أشوف برج الميزان لما تكون لوحدك لما تكون فضع عليك البيت أو خلص من العمل اللي عندك كثير قاعد تفكر تحصل وقت تفكر تحصل شوية فراق عندك بدل ما تستثمرها في هواية أو في مشروع جديد كثير التفكير قاعد تحمل على على كتفيك هموم كثيرة حتى ما لحده هموم وما لا داعدك قاعد تفكر فيها هنا عندك طاقة تقولك تحرك تحرك وشغل بالك في أمور مفيدة وما هي النتيجة خمسة الخماسيات ولكن هذا الكرت أيضا نسحب معها وهو عشرة الأكواب برج الميزان اللي قاعدة أشوفه إنه نعم أوقات إحنا ما نحصل عليه كل مبتغانة في الحياة لحد هذه المرحلة عندنا ما وصلنا إلى كل ما نتمنى عادي جدا ولكن لا تشعر بالإحباط لا تشعر بالافتقار لا تشعر هنا بطاقة المقارنة تقول اللي مثلي حصلوا على نتائج أفضل اللي درسوا أقل مني حصلوا تفوق أفضل اللي اجتهدوا أقل مني حصلوا أكثر وأسرع أسرع هنا بعد قاعد تقارن نفسك بالآخرين لازم تفعل هنا جمال كل مرحلة عندك ملك النار ملك يركز في اللحظة في الوقت الحالي في الحاضر ما يستمثل طاقته وجهوده ووقت الفراغ اللي عنده بالتفكير فيه ماذا لو ماذا لو قبل خمس سنوات أنا سويت كذا كذا ماذا لو قبل خمس سنوات أنا ابتديت مشروعي لازم تؤمن إنك في المكان الصحيح أوكي في الوقت الصحيح قاعد تبتد الحين في الوقت الصحيح في مشاريعك الجديدة قاعد أشوفك راح تلاقي نجاحات كثيرة خلال هذا الشهر تبتدي إن شاء الله تنفتح لك أبواب كانت سابقا فرص أنت حتى ما كنت عارف بوجودها قاعد تنفتح لك الأبواب وقاعد تقول تحس بالندم ياليتني ابتديت في هذا المشوار من قبل ياليتني ابتديت مع هاي الأشخاص من قبل ياليتني اتجهت إلى العمل الخاص بدل الوظيفة قبل عندك ندم على شي صار وحصل خلاص في الماضي اشغل نفسك في اللحظة حين نوضح الكارتات راح نبتدي بملك النار ملك النار مع الامبراطورة بالضبط الامبراطورة دائما تتكلم عن الوفرة حاليا انت سملك مثل ما نقول في مثل يقول كثرت الشي مثل قلتها نفس الشي يعني عندك في الفترة القادمة انت راح تقبل على مرحلة فيها الكثير من الوقت الكثير من الفرص أمامك الكثير حتى من الخيارات والحرية راح تنفتح لك مثل ما قلت لك أبواب هذا الشي احرص ان تستغله في مكانه لا تستغله في طاقة ندم لا تستغله في طاقة ماذا لو اوكي وايضا خلي هنا مشاريعك دقيقة هذا الملك دقيق يعرف وإن كان اللي عنده واللي أمامه الكثير من الفرص الكثير من العروض يعرف شلون ينتقي لنفسه الأفضل أو يختار الأفضل يختار نجاحاته يختار مشاريعه هذا الملك هو مثل ما نسميه مدير مشروع يعرف يعرف شلون يختار أي مشروع ومتى يختاره ومتى يبتدي فيه ومتى ينتهي فيه او ينتهي منه بنجاح اوكي خلا نوضح الشمس ثلاثة الخماسيات نعم لديك اكثر من عرض او سيأتيك اكثر من عرض في الفترة القادمة ابتداء من شهر يونيو راح الكثير من الأشخاص يطلبون منك أن تعمل معاهم في مشاريعهم الخاصة لا تتشتت لا تتشتت كأنه هني يقولك لا تظل فقط مركز على مشروعك الأساسي مشروع واحد لأنه فيه شراكات وتحالفات آتية في طريقك مع أشخاص ثانين اقبلها أيضا هذا الفرص كأنه فرصة فرص مرة في العمر دا من الفرص قاعدة تؤتيك لا ترفضها هذا هو وقت الفرص وقت أن تأخذ كل ما تستطيع أن تحمله وخل تركيزك نعم فيه عمليك الحالي إنما هني قاعدة أشوف عندك تخوف أنك ستتشتت أو ما راح تقدر تركز على وظيفتك ومشروعك اللي حين أمامك أو حتى دراستك لما تنوع أو تأخذ مسؤوليات زيادة وهذا الكلام غير صحيح التحالفات والشراكات القادمة في طريقك راح بالعكس تكون تساعدك تساعدك راح الخماسيات هي طاقة مو فقط الأموال اللي راح تأتيك تضاعف ولكن أيضا الخبرات اللي عندك تضاعف الأمور اللي تقدر تحطها في السيرة الذاتية عندك راح تكون أفضل وأغنى راح تساهم خلا نوضح ثمانية الأكواب ملك الأكواب ملك الأكواب تملك كل شيء وعلى وشك أن تملك كل شيء وعلى وشك أن تملك كل شيء ولكن في جزء منك يا برج الميزان قاعد لحد الآن أوكي في استثمارات استثمرت لفترة طويلة في تخصص معين أو في مشروع معين في وظيفة معينة استثمرت الكثير خايف أن ترحل اللي مطلوب منك أن ترحل أن ترحل إذا ضليت على الثمانية ما راح تصل إلى الكوب التاسع والعاشر لازم ترحل هذا الكيرت دائما يقول إحنا محتاجين للرحيل عشان نوجد في مكان ثاني تسع الأكواب وعشر الأكواب إذا ضقينا على نفس الحال ما راح نحصل على كل مبتغانة نعم عندك هنا أنا قاعدة أتكلم مع برج ميزان يريد أن الأمور تبقى على حالها وخايف شوية من التغيير خايف من الفرص الكثيرة الأبواب اللي انفتحت له أمامه مرة واحدة بين يوم وليلة صار عليه طلب صار مهم صار يطلبوا الرأيه يطلبوا النصائحة في مكان العمل لا تخاف أنت في المكان الصحيح أوكي وإذا في عندك مشاريع معينة ما اكتملت في السابق مش معناته أن هاي المشاريع القادمة الجديدة في طريقك ما راح تعطيك النتيجة اللي ترغب فيها لأنه راح تعطيك خلنا نوضح فارس الأكواب نحن قاعدين ننظر إلى الطاقة المستقبلية طاقة ملك الأكواب عندين؟ الملك المستقر السعيد الراضي المكتفي ولكن اللي محتاجها أنت أنت تبتدي التغيير بنفسك توق فارس الأكواب أو على وشك أن تصبح في البداية فارس الأكواب تنغمس في مهمتك في عملك في الشراكات والعروض اللي آتية في طريقك وأيضا ممكن تكون أن تقيمها تقيم كل مشروع وكل شراكة قادمة في طريقك وعرض حتى قبل أن تدخل فيه واحدة عشرة الخماسيات نعم أحس أن أنت هنا برج الميزان عشر الخماسيات تعني لي أنك وصلت إلى نضوج بخصوص مشروع معين انتهيت منه وإن كان المشروع ما اكتمل احتمال أنه خسر احتمال أنه ما عطاك الربح اللي تتوقعها احتمال أنك دخلت تخصص وما لقيت في نفسك ما حصلت على النتائج اللي تتوقعها هذا الشي نضج هذا الشي نضج لأنه هي العشرة هي طاقة النضوج فوق العشرة الفارس الفرصان هم طاقة التغيير حان الوقت أنه أنت فعلا ترتحل ولكن ما ترحل على أساس أنك خسرت ترحل من أجل أن تلاقي في طريقك الفرص الجديدة فهنت قصدي لأنه وإنت قاعد في هاي الواضع تندب شكثر أنت استثمرت في مشروع معين أو استثمرت في وظيفة معينة الكثير من السنوات احتمال عشر سنوات وقت طويل وجهة طويل قاعد استثمرت فيه أنت هنا قاعد ملاقي صعوبة أنت تخلى عن شيء ويتكلفك يوم من الأيام ولكن اللي لازم تفهمه أنه وصل إلى مرحلة المضوج مش مكتوب له أن يصل إلى مرحلة أعمق من هذه المرحلة خل المضح خمس الخماسيات مع عشر الأقوض طاقة المقارنة هنا مع طاقة تقولك بالعكس أنت حالياً قاعد تقارن نفسك بالآخرين ولكن اللي ما تدركه أن الآخرين هم اللي يقارنون نفسهم بك فيك شيء يجذب الآخرين الاكتفاء عندك نوع من القناعة عندك نوع من الهدوء والطمأنينة هذا الشيء حافظ عليه لأنه جداً قاعد الآخرين حتى يحسدونك عليه وإن كانوا هم وصلوا إلى مكان أفضل ومناصب عليا ومناصب أعلى منك وشهادات أقوى منك لكن أهمة وحتى ذهبوا وسافروا إلى دولة ثانية من أجل الدراسة والعمل ينظروا لك أنت أن تملك كل شيء تملك الراحة والطمأنينة سعيد ومكتفي وهذا الشيء لا يمكن شراءه بالماء دعنا نوضف هذا الكرتب اللي انقلب عندي أربعة الأكواب في شيء في عرض عرض أنت رفضته في السابق ممكن يكون عرض زواج ممكن يكون عرض شراكة عرض عمل أنت رفضته في السابق وإن كنت أو هذه حتى ممكن النصيحة لك وإن كنت محتاج للأموال ولكن أعرف أنك رح تختار الخيار الأفضل من أجل نفسك لأن أشوفك هنا اخترت السعادة راحت البال الطمأنينة فوق الأموال فوق المردود احتمال أنه في شركة أو أتاك عرض عمل في دولة ثانية أو حتى في منطقة ثانية أتاك عرض عمل جديد ولكن هني كأنما أنت اخترت أن لا تأخذه أو لا تقبلها وإن كانت الأموال محتاج لها بالعكس وإن كان رح يعطيك الكثير من المردود ولكن أشوفي هني قاعد أتكلم مع برج ميزان جدا ناضج عاطفيا يدرك أن المال بالنسبة لها ما يعني كل شيء قاعد يختار الراحة راحة البال والطمأنينة احتمال لأن هذا العرض رح يكون كثير مقلق بالنسبة لك فيه الكثير من المسؤوليات الكثير من الارتحال الكثير من التغييرات يعني رح تكون أمورك مكركبة متعب منهك لو قبلتها فإنت عارف هني الوضع واخترت الخيار الأفضل من أجل نفسك رح ننتقل الآن إلى القراءة العاطفية الإمبراطورة هي طاقتك أنت أيضا يا برج الميزان القراءة العاطفية العامة لبرج الميزان أميرة السيوف والصيف الصغير ثاني قد ثلاثة السيوف كأنك هني مو مصدق في شي شفتها بعينك أو في شي عرفت عنه قاعد تختار أنك ما تصدقها لأنه إذا صدقتها رح يكون بمثابة يعني في الكثير من الألم لك خمسة السيوف أوكي في أحد خدعك تحس أنه في أحد خدعك ولكن في نفس الوقت ما تربي تواجه ما تربي تعترف أنه فعلا هذا هو حقيقة الوضع و أخر كرت العربة المضي قدما برج الميزان أشوف في أحد هني ممكن الشريك ممكن حتى الطرف الثالث قاعدين يقللون من تقديرك لأنه دائما هو برج الميزان برج هوائي أكثر الأبراج الهوائية لينا وأكثرهم بطئا في عدم اتخاذ القرارات عشان شدي شفنا السيف الصغير برج الميزان ما يستخدم السيف الكبير بسرعة مثل الجوزاء و مثل الدل وهذه هي طبيعتك ولكن في أحد أخضاء التفكير عنك نعم جرحك أو حاول أن يأذيك أشوف أن أذية وصلت أو ستصل لك في أذية كانوا يحاولون يسوونها لك وصلت لك ولكن اللي ما يدركونه أنه أنت خسرت المعركة وربحت الحرب ربحت ثقة الشريك مرة ثانية لأن أشوف الشريك هنا وإياك إما راجع إما مستعد أن يعطيك أنت القيادة والتحكم انكشفت له الأوجه المنافقة لما صار هذا الموقف أنت نعم هنا ما لكت نفسك ما سحبت السيف على الشريك أو حتى على أي شخص أشوفك هنا في طاقة اللي ما تصرفت كنت محتفظ أو متحفظ على التصرفات عندما أتاك خبر أن في ناس الذوق أو يحاولون على الأقل أذيتك تحملت الألم ولكن أعرف أن كل شيء لا ثمن ولا مثل ما نقول مقابل ما هو مقابل تحملك الألم أو صبرك صبرت على أذية أشخاص أذية أطراف خارجية تحاول تأثر على علاقتك مع الشريك الثمن أن أنت نعم ربحت المعركة الأولى ولكن سوري خسرت المعركة الأولى ولكن بشكل عام ربحت الحرب ربحت ثقة الشريك أو ذا لحد الآن ما صار على وشك أن يراك أن أنت شخص ناضج أن أنت شخص يعتمد عليه أن أنت بالعكس المفروض تأخذ ذفة والتحكم في هاي العلاقة إلى بر الأمان شريكك على وشك أن يكتشف الوجوه العابثة وحقيقة هؤلاء الأشخاص اللي حاولون يعبثون بعلاقتكم الصبر جميل وهذه هي النصيحة لك وأنت هنا أشوفك بطبيعتك كنت مثل الأسفنجة قاعد تمطص كل الطاقة السلبية الأذية الحسد السحر أي شيء ممكن كانوا يأذونك فيه الكلام القيل والقال الأخبار الخاطئة والإشاعات السيف الصغير أيضا هو مطاقة الإشاعات دائما كان فيه إشاعات وكانت تتأثر على علاقتك ولكن هاي المرة صار شيء كبير اكتشف شريكك حقيقة هؤلاء الأشخاص خلنا نوضح الكرتات السيف الصغير ملك النار احتمال أنك تتعامل مع شخص عندنا هنا برج السرطان الأبراج المائية العقرب أيضا من الحوت واحتمال أنك تتعامل مع شخص من الأبراج النارية حمل أسد وقوس بعد أشوفه ممكن احتمال كبير أن يكون أسد أو قوس تصرفك ذكي أو التصرف الذكي لك هنا أنه ما تقوم بأي ردة فعل ليش؟ لأنه لما أنت ما تظهر ردة فعل راح تفسح المجال لشريكك أنه هو يتحكم بالموضوع وهو راح يضطر أن يواجه هؤلاء الأشخاص للمرة الأخيرة ويوقفهم عند حدهم هنا نوضح ثلاثة السيوف الإمبراطور لم تحرك ساكنا لم تحرك ساكنا كأنما أنت كنت شايف كل المسرحية في مسرحية هنا عارف من اللي راح يسويها عارف من اللي راح يخرجها عارف من اللي أنتجها عارف من اللي راح يلعب فيها كنت عارف أنت الأبراج الهوائية هي أبراج العقل والذكاء فاهم هؤلاء الأشخاص ولكن خليتهم يقومون بمسرحيتهم أمام الجمهور الجمهور كان شريكك وأنت عشان تأكد له تأكد له حقيقتهم وإذا كان لحد الآن هذا الشيء ما صار فهذا بمثابة الكشف لك أنه راح تمر بهاي الأمور فأحرص أنك ما تحرك ساكنا عشان شريكك يشوف ويحس أنه أنت مأثر على نظرته ورؤيته لهذه الأشخاص عشان يحس أنه فعلا وهو يراهم على حقيقتهم خلي نوضح خمسة الأكواب خمسة الأكواب ممكن يكون زعل أو مشكلة صارت بينك وبين الشريك نعم لأن الشريك أنت هنا أشوفك قاعد تتأذى والشريك مشغول عنك ولكنك صبرت وتحملت أو أيضا المصيح لك أن تصبر وتتحمل لأنه ما هي إلا فترة وتعدي لمتى هذا الشخص راح يظل مشغول لمتى راح يظل يعمل على الخماسيات ومركز في عمله أو مركز في أشياء ثانية راح يضطر في المهاية أن يواجه الواقع نوضح خمسة السيوف الخيارات أشوفك هنا أنت اللي واقف بين مفترق طرق هل أواجه هؤلاء الأشخاص لوحدي؟ لأن أنا دائما كد أواجههم لوحدي وأقول للشريك ترى هاي الناس يحاولون يسوون يسوون أحاول أخلي شوفهم على حقيقتهم ما في فايدة خل أتبع اسلوب جديد اسمه اسلوب ما أحرك ساكنا ما أحرك ساكنا أخلي وهو اللي يضطر يتعامل مع هؤلاء الأشخاص وآخر كرت العربة مرة ثانية نعم تتركون هذلين الأشخاص كأنه ما هم مجموعة لأنه عندنا هني رقم خمسة هؤلاء هني بعد خمسة هؤلاء الأشخاص المستقبل لينتظركم أنه نعم مثل ما قلت لك الشريك رح يكتشوفهم على حقيقتهم رح يتركون لوحدهم رح يرحل عنهم إذا كان هو في شراكة أخرى رح يبتعد عنهم ويكون بجوارك في الفترة القادمة رح يبتعد أنهم احتمال هني حتى انتقال عندنا كرت الانتقال رح يختار أن يسكن مثلا لو كنتوا ساكنين مع أهله رح يختار أن يسكن بعيدا أو أن يبتعد أو يخرجهم حتى من التدخل في شؤونه ممكن يكون ابتعاد جسدي ابتعاد نفسي ابتعاد عاطفي أي نوع من الابتعادات هذا الشريك مصمم أنه أنت معاه وإن كنتوا هني أشوفهم كأنما ماديا شوي تحتاجون لهؤلاء الأشخاص أو هو على الأقل مش لحد الآن قوي ماديا ولكن رح تختارون وهو يختار في المستقبل إن ترحلون مع بعض تواجهون واقع وإن كان في شوية أموال أقل ولكن أفضل بالنسبة لكم من أن تظلون تعيشون في محيتكم هني مثل الذئاب اللي دائما يحفرون لكم أخر في برج الميزار رح نلقي نظرة على الأخبار القادمة بطريقك في هذا الشهر ممكن تكون قدمت على وظيفة معينة جامعة عندك طلب من أجل تأشيرة فحوص من أجل الحمل أي نوع من الطلبات والأخبار احتمال لك تتعامل مع شيء هذا هو كارتك طبعا يا برج الميزار تتعامل مع شيء في في القضاء تحاول أن تحصل على حضانة أشوف هني كأنما زواج انتهى وتحاول أن تحصل على حقوقك في عقد عقد عمل عقد زواج عقد شراكة انتهى وقعد تحاول تحصل على حقوقك ولكن انت حزين انت حزين بسبب انتهاء العقد أحس أن في أحد قاعد يشجعك أن تذهب إلى المحكمة بقدم طلبك بتحاول أن تحصل على حقوقك المادية ولكن انت هنا قاعد أشوف كأنما منهك تعبان ما تبتقدم لأنك حزين على انتهاء الشراكة ترغب في تجديد مرحلة قديمة عندك عقد قديم الكوب الأول راح ان شاء الله تحصل على اللي يرضيك ولكن خلي شوية عندك ثقة بالنظام القضائي أو اتبع المسار القضائي هني كأنما قاعد أشوفك تنتظر أو قاعد تنتظر هؤلاء الأشخاص أو هما يعطونك حقوقك من هما من نفسهم لا هني الطيب ما راح يأتي لك بناتج لازم تتجه للإجراءات القانونية تطالب بحقك تطالب بالحضانة بالنفقة بصرف نهاية خدمة لازم انت للطالب انت للطالب وإن كنت حزين أن الأمور انتهت بهذا الشكل لازم انت للطالب حتى لو كان عندك رغبة مثلا في الحمل وشريكك يرفض الذهاب إلى زيارة الطبيب لازم انت للطالب لازم احنا نروح الطبيب لازم احنا نروح الطبيب وإذا رفض هذا الشخص ممكن حتى الجهاز القانوني يساعدك هنا عندنا الأمور القانونية ممكن شخص حكيم رجل دين شخص لسلطة على شريكك كأنما شبه يجبر على أن يقوم بالإجراءات اللازمة لعمل التحاليل مثلا أو لأخذ الأدوية أو للذهاب في رحلة علاج مهما كان الأمر لازم تصر ولازم تحكم شخص له السلطة على شريكك أو له السلطة على هاي الجهة اللي انت عملت معاهم في المستقبل عشان تحصل على مرادك هذا الكوب في مرادك بعضكم ممكن يكون الرغبة في الحمل بعضكم ممكن يكون الرغبة في السفر العمل في دولة أخرى مرادنا شنو احنا نتمناه في قلبنا موجود داخل هذا الكوب مرادك ما رح يأتيك إذا ما حاربت من أجله هذه هي الرسالة لك خلال شهر يونيو ورح أسحب لك ملكة النهر هل أنت تعامل مع شخص مثل ما قلت لك في البداية من الأبراج المائية أقرب حوت سرطان الفلو الانسيابية في الحركة وهي طاقة الماء الحركة الطبيعية التحذير لك في هاي الشهر أو التنبيه خلي نقول التنبيه لك دائما في النهر أو البحر يكون عندنا قارب عندنا سفينة هاي الشهر بالذات احرص أن أنت ما تكون متحكم بزمام الأمور تريد أن الأمور تمشي حسب طريقتك أو سيطرتك خصوصا من ناحية العاطفية هني لك الرسالة خلي الأمور تمشي على طبيعتها هذي مثل طاقة عدم الحركة اللي شفناها عند الإمبراطور في حياتك العاطفية عدم إصدار أي رتة فعل خلي الأمور تمشي طبيعية لأنه في انكشاف الأمور لما تمشي طبيعي رح أنت تحصل على خلاصك الماء أيضا هو طاقة الخلاص طاقة التطهير طاقة الانتهاء من أذية أشخاص معينين حال الوقت أن تخلي الموضوع يتفركش لوحده أو يراه الشريك لوحده نزيل؟ فأنت حرص أن ما تكون ممسك بالموضوع بقوة يعني أو تحاول أن تثبت وجهة نظرك بقوة خلي الشريك يراه بنفسه ويسمع بنفسه خلي نشوف ما هي الطاقة الحيوانية اللي رح تحتاجها في هذا الشهر الغراب من أجمل وأيضا عنصرة هوائي كن في عنصرك الهوائي هذا الشهر استخدم طاقة الذكاء طاقة العقل دائما يقولون الغراب يستطيع في الأساطير أو في الطاقة الحيوانية يرى الماضي والحاضر وأيضا المستقبل ووقف على كرة تمثل العالم لأنه يستطيع رؤية كل شيء من الحيوانات السحرية الذكية أذكى الطيور بالنسبة لي هو الغراب في هذا الشهر لا تعتمد على قوة العضلات قوة رح أكشفهم رح أبين لهم رح أسوي لهم رح أخذ حقي بغض النظر عن الأمور القانونية هنا النصيحة خصوصا في المجال العاطفي رؤيتك ونظرتك صحيحة للأمور اعتمد على معرفتك أكثر ما تعتمد على الأفعال مش محتاج هذا الشهر أنت الكثير من طاقة النار محتاج أن تثق بحدسك يعني أنت تعرف الأمور رح تمشي مع هؤلاء الأشخاص وأن تخلي الأمور تمشي بطبيعتها يعني كأنما أشوفك هنا تعرف هاي الناس في شنو راح يبتهمونك قادما وتخلي الأمور تنكشف أمامك بدون أن تحرك ساكنة تعتمد فقط على طاقة التنبؤ تنبؤ بأفعالهم وخلي الموضوع ينكشف أمام شريكك خلي الأمور تصل لحد عندك بدون حتى أن تبذل الكثير من الجهد عزيزي برج الميزان هذي كانت قراءتك لشهر يونيو أتمنى لك للتوفيق